زيارة الأربعين تجري في بلد يعاني ما يعاني من الويلات والمشاكل بلد حكومته فاشلة بتمام معنى الكلمة أما المرجعيات الدينية فهي أفشل وأفشل وأفشل من حكومته إنما كانت حكومة هذا البلد فاشلة لأنها تنتمي إلى مرجعيات فاشلة بتمام معنى الكلمة أحزاب دينية فاشلة وفاسدة ولصوصية إلى أبعد الحدود المرجعيات لا تريد هذه الزيارة أتحدث عن المرجعيات الدينية أنا لا أحدثكم بالذي يضحكون به عليكم أنا أحدثكم من الكواليس وكذلك الأحزاب الشيعية الدينية هذا الكلام أحفظه منذ بداية الثمانينات حينما سرق سارق النظام الداخلية لحزب الدعوة الذي كتبه مهد الآصف بخط يده وفي وقتها كانت هناك جهات حققت في هذا الخط وثبت عندها من خلال وسائل التحقيق في الخطوط ثبت عندها أن الخط خط الآصفي ولا أريد أن أستدل بكلام هذه الجهة لأننا كنا عارفين بأن هذه الأوراق سرقت من حقيبته من حقيبة الآصفي حينما كان في المركز الإعلامي لحزب الدعوة في طهران سرقت من حقيبته خلافات فيما بينه وانتشرت تلك الأوراق إنني أحفظها منذ بداية الثمانينات هذا الكلام يعود إلى السنة الحادية والثمانين الثانية والثمانين يجب محاربة ما يسمى بالشعائر الحسينية التي أقحمتها فينا عصور الردة والتخلف وحق الحسيني هذه الكلمات كانت مكتوبة في النظام الداخلي لحزب الدعوة الذي كان قد كتبه محمد مهد الآصفي بخط يده وسرقت هذه الأوراق من حقيبته حينما كان موجودا في طهران في المركز الإعلامي لحزب الدعوة يجب محاربة ما يسمى بالشعائر الحسينية التي أقحمتها فينا عصور الردة والتخلف وهذا هو حال الأحزاب الشيعية القطبية في الماضي وفي الحاضر هم أنكروا أن النظام الداخلي قد كتبه الآصفي ومن أن الأوراق ترتبط بحزب الدعوة على أي حال أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع وإنما هو مثال من الأمثلة عن الواقع الشيعي بلد هذا حاله المرجعيات الدينية منافقة حينما يكون الكلام مع الأجواء الحسينية ينافقون خدام الحسين وكذلك الأحزاب الشيعية القطبية هذا الأمر ليس خاصا بحزب الدعوة فقط بكل الأحزاب الشيعية القطبية الأجواء القاسية درجات حرارة لا تحتمل لا توجد خدمات من قبل الحكومة الفاشلة في بغداد بل هناك المنغصات والمنغصات الكثيرة الكلام يطول ومع ذلك فإن زيارة الأربعين عبر السنين منذ سنة 2003 وإلى يومنا هذا تحافظ على رونقها وتزداد حسناً وأناقةً وتتنوع النشاطات فيها يوماً بعد يوم كل الذين يعرفون التفاصيل التي تجري في أجواء زيارة الأربعين هناك شيء يتجاوز طاقة الذين يعملون في الأجواء الحسينية هناك أمر يتجاوز طاقتهم حينما يكون الكلام بهذا الاتجاه فإن العقول والقلوب تتجه إلى إمام زمانها زيارة الأربعين زيارة مهدوية قرأت عليكم من الجزء الثامن والتسعين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 114 إنه الحديث السادس والثلاثون عن الرضا عن آبائه عن إمامنا السجاد صلوات الله عليهم كأني بالقصور وقش شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان لو كان سقوط النظام البعثي سقوطا سياسيا فقط فلماذا حدثت زيارة الأربعين لكانت تجري في أجواء العراقيين فقط ولكانت تجري مثل ما كانت تجري أيام البعثيين ولكن بنحو أكثر بنحو أكثر نسبيا الذي حدث جنون جنون الذي حدث جنون ولا زال هذا الجنون يتفاقم جنون يتجاوز طاقة كل الذين يعملون في الخدمة الحسينية مدينة كربلاء نحن نعرفها مدينة صغيرة خدماتها محدودة إلى هذه اللحظة لا توجد فيها المرافق الصحية إلى هذه اللحظة التي تتناسب مع آلاف من الزوار لا توجد المرافق الصحية التي تتناسب مع آلاف من الزوار فما هو الحل مع هذه الملايين الجميع الجميع لا يعانون من مشكلته الجميع يزورون الجميع يأكلون ويأكلون أنواع الطعام ويأكلون الأطعمة الفاخرة ويأكلون أشهاء الحلويات ويشربون أفضل الأشربة الجميع ينامون الجميع يستحمون كربلاء مدينة صغيرة نحن نعرفها الشوارع مدينة صغيرة الشوارع مدينة صغيرة جميعاً الساحات صغيرة لا توجد ساحات كبيرة في كربلاء حتى دائرة الحرمين دائرة ضيقة لا توجد فيها مساحات واسعة الجميع يزورون الجميع يأكلون الجميع مرتاحون هذا أمر يتجاوز الطاقة البشرية حتى إذا افتردت أن الحكومة مخلصة تقدم أفضل الخدمات لزوار الأربعين وهي لا تفعل هذا هي تقدم شيئاً لذر الرماد في العيون كل الذي يقدم لا يعد بشيء بالقياس إلى الأعداد الهائلة من الناس زيارة الأربعين برنامج مهدوي بامتياز والذي يقول غير هذا خلل في عقله أو مشكلة عنده في قلبه لأن الوقائع بأجمعها توصلنا إلى هذه النتيجة الذي يحدث في الأربعين جنون جنون بتمام معنى هذه الكلمة إذا افتردت أن الملايين هذه تتحرك معتمدة على طاقتها وعلى طاقة الذين يقومون بخدمتها والله فإنهم مجانين لأنه إذا أردنا أن نحسب على الورق وبالأقلام فإن ذلك لا يمكن أن يتحقق هناك مسحة غيبية مسحة غيبية تبدأ من أول خطوة إلى آخر خطوة في جميع الطرقات التي تقود إلى كربلا في جميع الطرقات أكانت من جنوب العراقي أم كانت من شرق العراقي أم كانت عبر الأجواء والطائرات هناك مسحة غيبية في هذه الزيارة وهذا واضح منذ زمان أمير المؤمنين وضعوا البرنامج حتى يسار إليه من الأفاق إذا كانت القضية قضية زيارة تقوم الشيعة بها سقط النظام البعثي يذهب شيعة العراق للزيارة ويأتي أناس من البحرين من إيران مثل ما كان يجري في سابق الأيام تنصب بعض المواكب بعض الهيئات وينتهي الأمر وستكون الزيارة ما بين النجف وكربلاء جنون هذا الذي يجري جنون هذا الجنون لن يستقيم إلا بمسحة غيبية ومن الذي يستطيع أن يمسح هذا الجنون بمسحة غيبية غير إمام زماننا ولذا فإن زيارة الأربعين مهدوية بامتياز بدأ بعض الخلل ينتشر شيئا فشيئا فيها لن يؤثر عليها لكننا نخاف أن يتعاظم هذا الخلل إذا ما تعاظم هذا الخلل ولم يبادر الحسينيون الغيارة لأن يقف ناصرين لبرنامج إمامهم فإن الإمام سيسحب يده وهذه القضية جرت وجرت كثيرا في التأريخ الشيعي عبر زمان الغيبة الأولى وعبر زمان الغيبة الثانية التي نعيش أيامها طويلة